السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا فصلية الشيخ قاسي ويالبابت التاسع جوابه تشين اندي اصب العشو لا اسمع اسمع مصطفى دي عارية طرعت اشوف شكو مصطفى يمه بنتج تتهدد مارتي تسقط ابنها بواعت السحر بصدمة ام صقر شوكت مصطفى المر بصيدة تودتها على دخول صقر وتهددها على دخول صقر صقر شكو ليش تتعيط انته مصطفى اختكم من الوصول تتهدد مارتي صقر شنو تهددها بيها مصطفى اسهل هن نوارا اخوي اهدي شنو هي جميلة تتحتي جميلة انا شوكت تهددتش جنت يمه بطول اليوم سحر والله صعدت وهددتني على موت قلت جوري ان هن هن اللي ألفين قصة نجوري قالت انه انت مرجال على موت تدخل عليها وانه عندها الخطة يبدان يخلصنها جميلة شوكت هتشي ليش تشذبين مصطفى مارتي ما تشذب صقر هاي شنو اللي ده اسمعه سحر وداعة جهالي ما تشذبت وبولا حرف نوارا شهاي السالفة هاي السالفة هاي سحر اي وعمتي سميرة ام ليان وعمتي صقر رافع راسه بصدمه ام صقر لا والله مرتبني صاير عندها السان وتسوي مصايب نوارا عربية سحر شلون تحشين على امي هاي سحر والله وداعت والله وداعت مصطفى سمعت ان ابداني انتي ما تدرين ابشيني ابشي وشلون عذب انها صقر تالي شلون هتش تسوون على موت شنو على موت شنو شنو تألفن مو قلت ارجعن حتى انتي يمهي انا الشيخة انا الشيخ صقر تقول ان عني هاي او شنو تنجد اذا ما قلتتشه نقصب بالله العظيم لا اسوي شي عمر شن ما فكرتن بي ام ليان شنو هو احنا شمدريني انه هما دخلت عليها اذا هي ما قالت انه جوري انا ما قلت ولا حتى حجيت ويا شن سحر امك مصطفى شبيه سحر وهي ما ماسكة بطنها ابوجع شافت انه انت نايم على تشرباية وهي بالارض وليان قالت الي ام ليان انا قلت لها لان اظن هي ويانش مدريني صقر يمانا عمري ما توقعت منيش تسوين هاتشي على موت شنو سويتن هاتشي ها على موت شنو على موت اساس ما ترديها لي ولا شي ليش هاتشي سويتي وصقر هما اريدها الهسة بس بخ خليها تحبل واخذ ابنها منها وارميها بشارع لتشلاب مثل ما اخذت ولدي مني كنا باوعنا الها بصدمة جوري الهالدرجة تكرهيني وحاغد علي ترى انا ما كتلت ولديش صقر هاي افكار افكار هن مو افكارك هن عبنا براسك هاتشي نوارا هاتشي ما تفكرين مو انتي شيخة اللي انتي تنصحين اللي ماكو اطيب من قلبك هاتشي تقولين لا ما توقعتها منك مصطفى لا صرت ما عرفشا سلام اكيد انتن عبين عبين راسها هاتشي صقر يمو يقولك شي عمر عمر ما تردينه ما ربيتينه هاتشي عمرك ما ربيتينه لا نقصي على الناس ولا انهو نشذب ولا نعذب قلته ولا نمد الايد اللي مديت عاقة ودام انتنهتشية ترد انهتشية اللي راح اسوي العكس سلام يوم ولا تسمعي الهدر الهي ادري قلبك يوجعك على اخونا بس البنية مو هي اللي كتلت خلي نرقي فكرنا شوية جميلة يكل كمية الفصلية صقر ايش ما اريد اسمعشا وما اريد ام ليان بس صقر بنتش تنسين انه تصير مورتي تنسينه تشينين الفكرة مراسج ام صقر يما صقر خلاص يما انا مليت مو بعيدة التحق وارجع ميتات البنت لو مثلا حبلت ارجع القمات الطفل ليش لان ما قعدت ما قعد بالبيت وحوش قعد بالبيت وحوش جوري تقدمت ليش تكرهيني هيش انا ما قلت ابنكم انا اكثر شخص مظلوم اهنانا تحمل الذنب مو ذنبي تعذبت ان خنت اسمع حدش يطالع نازل بس ما لي لان ما لي اب ما لي سند ضرب ان ضربت حرقت اني حتى الشيخ وكرهني اشتردين بعد حتى شعري قصيت انه اشتغل كل البيت مو افتح حلقي كل نسوان يجان تهيناني قدامهن وتتمسحن الكل يهينني تسمحن الكل يهينني ليش يعني مو حرام انا هم بشر هم عندي مشاعر هم عندي قلب هم اذا حبل التردين تحرميني منه يعني لو تصير عندي سعادة تسلبيها مني ليش ما تمرتيني وتخلصين وقفت قدام الشيخ انا ما قلت ولا كلمة ولا ولا سمحت ولا سمحن لي انه احشي اخاف انه الموت لان الكل يكرهني وما ييتني ما يتمنيني موت بس انا والله ما لي ذنب ما لي ذنب حتى اهلي غموني ما فكروا عايشة ميتة صغر خلص كل شي والى حد تجهزين دومتش تجين وياي البغداد ومصقر شنو منو يقدمنه صغر قلت اللي عندي والشي اللي سويته ما راح انساه احترا تحترا الوجود نواره راح اسكت واروح مسك ايدي بصعدنه نواره لا والله ما توقعت هاتش تسوون يوما شلون تقبلي هاتشية ومصقر خلص يكفي وقفرت وصعدت الغرفته ونواره راح اسافر بس واخرت بتهي اللي بحضنها ورحت ومصطفى ساعد ساحرة تصعد الدرجة لان تعبانه وسلام صعد غرفته مقن بس هنه كل واحدة تغسر الثانية جوري صعدنا القرفة قفل وراح ينملكنتها طلع شنطة ما سفر وبدأي يطلع من هدومي وهدومه وانا واقفة ساكته خلص غلقها وحطها اجل قدامي صقر نامي الفجر بنسافر جوري ماريد انت روح على مود يموتوني وأخلص صقر ايش ولا كلمة تنفذي كلامي وبس راح طلع هدوم ودخل تتبع وبدل وطلع راح لتشربايا ونام وانا راح طلعت هدوم بدلت ونمر صحت على صوته صقر قومي فتحت عيوني شوية شفته بلابس وجاهز صقر يلا عاد قاعدت وراحت تتبعت وبدلت نزلت وياه شفنا الكل قاعد من انتظرنا سمير صدق تسويها وتاخدها صقر ايه ام صقر ومون يخدمني مو هي الخدامة اللي هنانا صقر عود بدل ما يظلن يعبنا براسش عود يشترى ونزلت جنطة بيده وبراسه راسهم وطلعنا ركبنا السيارة طول الطريق هو ساكت وأنا ساكت اشتري اكلت بس ما كان لي نفس أكل وصلنا رخيما نزلنا بشقة صقر دخلي دخلت شفتها مو شبيرة هواية بس مرتبة صقر الضلين هنا ما تطلعين وما تحجين ويا أحد ولا تختلطين بأحد وما تفتحين الباب إلا لي فقط جوري تمام دخلت على طول رمية تروح على تشربائي ونمت صحيت ونعيم نزلت سويت عشة وصعدت جوري شيخ شيخ صقرهم جوري العشة جاهز قاعدوا قسل وجهه وتعشينه ومرة الأيام ما كوا أي شي جديد صقر فديوم كان عندنا مهمة خطيرة ما المهذرين مخدرات وهاي المهمة صارت تخطط عليها وحذرين بها أي حركة غلط ممكن يروح اللي خططنا له لأن العصابة خطرة ومؤخرة حذرها كله زين وصلنا الموقع وزاعة الجنود ومن ضرهم لحظة الصفر تضعين لحظة الصفر على مود نهجم مسكت الجهاز على مود أقول أن أبدو الهجوم اللي يوصلني الاتصال شنت تناوي أجلة بس لح رديت مجهول إذا ما سحبت القوات أعتبر مرتك الموصول من تاد الموتر وما أتردد لحظة واحدة عن هذا الشي تعرفني بعد خمس دقائق فقد عندك لول فيديو آرويك مرتك شلون تصعد روحها للسماء وسمعني صوته وهي تبتشي وتحاول الصيح شنو اللي مفروض أسويه والعملية مهمة لو جوري لازم أقرر واختار جوري تشين دا أرتب الكنتور وصقر دا يلبس يمن ميز صقر اليوم راح أتأخر جوري زين طلع هو مالي مالي حق أسئله ليش وين في الصاير من تم بس تم وزين طلع تعشيت ورجعت ظللت أبور فيلم ما حسيت غير الباب الدق بقوة حس جرحت شفت من نوع الباب هذول رجال يا ربي خفت كلش تأكدت الباب مغلق زين ما حسيت غير دا يحاولون يكسرونه خفت رحت غرفة النوم غلقت على روحي حتى فون ما عندي اتصلوا بصقر دخلوا وصاروا يفتشوا البيت وشوية دا يحاولون يكسروني باب الغرفة وبالفعل كسروا هجمه وربطوني وقلقوا فنمي وتصلوا وتأكدت هذا صقر اللي دايحات ونوية ويقل له ابكتل يكتني وانا دما بيا من الخوف حاولت أسمع صوتي هل ممكن يرجي لو يشوف هالطريقة يكتلص مني موسيقى موسيقى